رئيس الحكومة رفقة أعضائها في اجتماع تنسيقي عقد اليوم لدراسة التدابير المتعلقة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم من خلال السعي إلى توفير المواد الاستهلاكية الضرورية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن خلال الاجتماع تم تأكيد على توفر كل المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية بأسواق المملكة المتابعة في روبرتاج جيهن دبلالي بعدسة يوسف لطفي ضمانا لتموين جيد ولتعزيز مراقبة الأسواق الوطنية بمناسبة حلول الشهر الفضيل تم هذا الاجتماع ومن أبرز ما نقش سبول تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين واعتمد تدابير صارمة لتوحيد الأثمن المعروضة بالأسواق جميع المواد هي مفاة وكذلك يكون المراقبة الأسعار والمراقبة الوجود هذه المواد داخل الأسواق الأسعار فنذكره بأن معظم المواد الغذائية تنتج محليا وبالتالي كانت تتبع تحتكار وحتى تلاعب في الأسعار وبالتالي كانت تتبع محليا جميع المواد الأساسية الاستهلاكية متوفرة بالسوق الداخلية كالخضر واللحوم والحبوب فيما توحد الأثمنة سيخضع لإجراءات صارمة خصوصا بعد التغييرات المتعلقة بتضارب الأسعار التي شهدت أسواق المملكة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة الخضروات والبقوليات يعني العدس والحمص وكذلك الفول وكذلك الحليب حاجة اللي هي مهمة واللي ما نقبلوهاش هي هاد الاحتكار والتضارب في الأتميناء ما يمكنش باش مثلا تمان ليا الماطيشة اللي كنشوفوها في هاد الأوينة الآخرة بخمسة درهم مثلا في إنزقان تباع بحضاشة درهم في الريباطة وكنكتفوا المراقبة وكنرقزوها على بعض المنتجات اللي لاحظنا فيها نوع من المضاربة واليوم اللي ممكننا نقول لكم بأننا رقزنا على ثلاثة والأربعة المنتجات ممكنوش نقولوا الأسماء دير هذه المنتجات اللي راحتنا فيها نوع من الارتفاع ونوع من الاحتكار تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أزيد من خمسة ألاف مخالفة بالنسبة للأسواق الوطنية من خلالي خمسة وستين ألف مراقبة في مختلف المنتجات الاستهلاكية وذلك منذ بداية السنة الجارية موسيقى موسيقى